طب أنا بس يعني كلام دكتور خارد عبدالغفار مبارح دكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم نفس الوزارة قال في نفس المكان إنه البلاغ جالنا تسعة إلى تلت دقايق وأول عربية إسعاف وصلت قبل تسعة وخمسة فمش عارف هل الكلام شوية مختلف عن اللي بيقوله وزير الصحة النهاردة ووزير الصحة مش جديد لحسن حد يقولي ده الوزير الجديد لسه محطوط مبارح فما يعرفش لأ سيادة الوزير كان هو القائم بأعمال وزارة الصحة من زمان فبيقوله هو تاني دكتور خارد عبدالغفار يؤكد إنه خلال الساعات القليلة القادمة حيخرج المصابين كبتر ألف خير كل دكتور وكل ممرد وكل استفتة مريد ساعد في هذا الأمر وطبعا شكرا للوزير والكل لأتكم الطبي بس في نقطة بقى في التصريحات بتاعت دكتور خالد عبدالغفار إنه المنطقة اللي حصل فيها الحريق بسبب إنها فيها أعداد مواطنين كسيفة تسببت في إعاقة الوصول لموقع الحادث وإنه انفجار المولد تسبب في انبعاث دخان تسبب في عدم القدرة على سرعة إنقاذ المصابين مما أدى لارتفاع الضحايا لـ 41 شخص وده كلام بيتوافق مع شاهد العيان الأول اللي جبنا كلامه الخادم اللي كان لابس كسكتة اللي قال إن كان الأول اللي توفه 18 ولو كانت المطافي والإسعاف جات بسرعة كان ما وصلناش لـ 41 عندي معلش حاجة تانية كده برضو سؤال برضو يعني عن حاجات برضو سمعتها كده هل فعلا سلالم الإطفاء بتاعة المطافي العربيات اللي راحت كانت عطلانة؟ سؤال علامة استفهام حطوها جنب علامات الاستفهام الأولى